بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهديه ذاه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى ودى محمد والشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة بعد أن ذكر ما يتعلق بالعصاه والتائبين ومن مات على ذنب ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحدود فقال والرجم حق على من زنه وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بيّنة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأعمة الراشدون الزنا أو الزاني لا يخلو من حالته إما أن يكون بكراً وإما أن يكون سيبة والبكر هو الذي لم يتزوج ولم ينكح على عقد صحيح والمحصن هو العاقل البالغ العاقل البالغ الذي عقد عقداً صحيحاً ودخل على زوجته هذه لابد أن تتوفر في المحصن أو في المحصن أولاً يكون عاقلاً الثاني أن يكون بالغاً الثالث أن يكون على عقد صحيح الرابع أن يكون قد دخل بزوجته فإن اختل أحد هذه الشروط لا يسمى محصن أو لا يتصف بالإحصان وللتنبيه لو أن رجلاً تزوج في أول عمره بعقد صحيح ودخل على زوجته ثم طلقها وجلس مثلاً أربعين سنة أو خمسين سنة ما تزوج ثم وقع في الزنا فوزان محصن فوزان محصن لأنه بعض الناس يظن إما أنه يعني يكون قريب عهد بالنكاح أو أن يكون في زمن النكاح وكلام ما خطأ إذا حصل له النكاح الصحيح بشروطه ودخل على أهله ثم وقع بعد ذلك في الزنا في أي وقت كان وعلى أي صفة كانت سواء كان متزوجاً أو غير متزوج فيما بعد فهو محصن يستحق الرجم طيب فالزاني البكر الذي لا غير محصن هذا فيه الجل جلد مئة وتغريب عام والزاني المحصن فيه الرجم وفيه الجل فيه الرجم وفيه الجل يرجم بالسنة ويجاء في القرآن أيضاً رجم المحصن في قول الله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة فإن هذه القراءة منسوخة تلاوة لكنها محكمة من جهة الحكم محكمة من جهة الحكم ذكرها عمر رضي الله عنه بمحظر من الصحابة وأنها كانت مما يقرأ في القرآن أنكر بعض أهل البدع الرجم وقالوا ليس مذكوراً في كتاب الله ولكنه مذكوراً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رجم الغامدية وماعز وغيرهما واليهودي واليهوديان الذان احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما والرجم حكم ثابت في التوراة والإنجيل وفي القرآن فمن أنكره وقد ثبت فلا شك أنه مبتدع ضالب ومن هنا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه المسألة مسألة الرجم مع أنها تتعلق بباب الفقه والفروع الفقهية وإنما ذكرها في كتاب الاعتقاد أو في أبواب الاعتقاد وفي أبواب أصول السنة لمن خالفها وهذا يدلنا على أصل عند العلماء أن كل من خالف سنة معلومة متعمدا فهو مبتدع ضالب فهو مبتدع ضالب إذا خالفها اتفت الموانع وأقيمت عليه الشروط وأزيلت عنه الشبهة فإنه مبتدع ضالب إذا خالفها لذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقوله والرجم حق أي ثابت بالكتاب والسنة بل والإجماع على من زنى وقد أحصن مر معنا من هو المحصن متى إذا اعترف إذا اعترف الزاني وأراد أن يطهر نفسه فإنه يقام عليه حد الزنا قال أو قامت عليه بيّنة البيّنة هنا الشهود الأربعة الشهود الأربعة ويدخل أيضا في البيّنة ما كان في حكمها وهي المرأة الخلية يعني التي غير متزوجة التي هي غير متزوجة المرأة الخلية إذا حملت إذا أتت بحمل فحملها دليل على وقوعها في الزنا فيقام عليها حد فيقام عليها حد الزنا فإذا البيّنة تشمل أمرين الأمر الأول الشهود الأربعة والشهود الأربعة أن يكونوا عدولا وأن يشهدوا على قضية واحدة وأن لا ينكل أو يتخلف عنهم واحد فلو تخلف واحد من الأربعة اعتبر قذفا وجلدوا حد القذس وجلدوا حد القذس قال وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الأربعة يعني جاء في بعض أحكام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أنهم رجموا الزاني أنهم رجموا الزاني لذلك كما سبق هو إجماع هو إجماع ومخالفة من خالفت ومخالفة من خالفة من أهل البدع لا يلتفت إليها قال رحمه الله تعالى أقول أيضا والرجم حق على من زنع أقول في هذا النص من الإمام أحمد رد على من يكتب كتابا يؤصل فيه أن الشخص لا يبدع إلا إذا خالف يعني أصلا من أصول الإسلام أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو كذا وكذا من الأصول التي أصلها فمثل هذا الأمر ومثل ما مر معنا في المسح على الفصي وغيرها من الأمثلة وأيضا حتى قضية الأئمة والخروج عليهم هي تذكر في أبواب الفقه في أبواب قتال أهل البغي وأهل الردة في الحدود ونحوها ولكن يذكرونها في كتب الاعتقاد للرد على من خالفها من أهل البدع فأقول هذه وأمثالها فيها الرد على أولئك الذين يحصرون البدع والتبديع في ما ظنوه أنه هو المقصود عند أهل السنة والجماعة ولكن بالنظر لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه من خالف سنة معلومة مع إقامة الحج عليه وبيانها وزوار الشبه عنه وانتفاء الموانع أنه إذا خالفها ولو سنة واحدة وخالفها متعمدا لا طبعا متعمدا هنا ليس معناها أنه يقر وأنه مذنب هذا عاصي ولكن إذا أنكرها أو قال بخلافها متعمدا ولا حجة عندها فإن هذا يبدع ويضلل عند أهل العلم طيب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما مرمعنا ما يتعلق للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولكن هنا الإمام أحمد نبه على مسألة دقيقة ويأن بعض الناس قد يتكلم في بعض الصحابة لبعض المواقف التي حصلت منهم فقد يتناول بعض الصحابة لا بالسبب ولا عن الصريح وإنما بالانتقاص وإنما بالانتقاص بمعنى كأنه يشير إلى أنه أخطأ أو أنه مثلا خالف الحق أو نحو ذلك من العبارات والحقيقة أن الانتقاص عند أهل العلم هو من باب سب الصحابة رضوان الله عليه فإن قوله عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال أهل العلم السب هنا يشمل أمرين السب الصريح باللعن ونحوه والشتع والدعاء ويشمل أيضا انتقاصهم ويشمل أيضا انتقاصهم فلا يجز التعرض لذكر الصحابة رضوان الله عليهم بانتقاص أبدا لأنهم ما بين رجلين محسن مصيب للحق فله أجران مخطئ فله أجر واحد مصيب لأجر واحد متجاوز عنه منهيون عن الكلام عنهم مطلقا وفيهم مطلقا رضوان الله عليهم أجمعين هذا كله إذا كان هذا الحدث أو كان هذا الأمر المنزوب للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا كان صحيحا أما وقد نبه الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم إلى أن أكثر هذه المثالب وأكثر تلك القصص مكذوبة مفترى على الصحابة رضوان الله عليه رضوان الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم إخوان متحابين يصفح بعضهم عن بعض ويتأول بعضهم لبعض فلا يجوز بعد ذلك لمن بعدهم أن يتلقصهم أو أن يطعن فيهم أو أن يتعرض لهم بأي أمر كان ومن الانتقاص ومن الانتقاص الذي يجب أن يتنبه له أنه لا يجوز أن يقارن بين الصحابة لا يجوز أن يقارن بين الصحابة على سبيل الذنب لأحد الطرفين وإن اعترفا للفضل للجميع يعني بعض الناس يقول الحسن أفضل من ملء الأرض من معاوية نحن لا نشك أن الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة وأن لهم المنزل الكبير والعظيم عند الصحابة وعند أهل السنة والجماعة ولكن هذه العبارة لما يقول القائل إن الحسن أفضل من ملء الأرض من معاوية فيها انتقاص بل وانتقاص كبير طادح في معاوية رضي الله عنه واضح لكن لو تجي الطالع هو فضل الحسن أفضل من معاوية لكن أنظر للعبارة من ملء الأرض من معاوية لا ما حاجة أقول بهذا من السلف أبدا وهذه العبارة فيها رائحة رفء فيها رائحة بل هي رفء بل هي رفء لأنها طعن في معاوية رضي الله عنه طعن في معاوية بصرف النظر عن نية قائلها بصرف النظر عن نية قائلها والشيء بشيء يذكر ذكرنا بالأسبوع الماضي ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه وقلت إن من يطعه فيه قد يكون فيه رائحة الرفء ثم بدأ لي أيضا قد يكون فيه أيضا رائحة الخوارج فإن الخوارج قبحهم الله كفروا بعض الصحابة وشتموهم وسبوهم فلا يستبعد أن من يرمي عثمان بالبدعة في العذان أنه في رائحة يعني أنه على منعج الخوارج على منعج الخوارج والله أعلم طيب قال أو ذكر ما ساوئه كان مبتدعا أو ذكر ما ساوئه كان مبتدعا طبعا هذا النص من الإمام أحمد رحمه الله تعالى انتبهوا شوفوا السرق بين أن يأخذ الإنسان من الكتب وبين أن يأخذ من أهل العلم فإن أهل العلم بيّنوا أن من انتقص الصحابة مبتدع ضال هذا حكم عام أما تنزيله على الأشخاص يحتاج النظر واضح فالحدادية يجون عن مثل هذه النصوص يقول لك هذا تبديع مباشر لأعيان أهل البدع فكيف لا يبدع مباشرة كيف لا يبدع مباشرة وهذا سيأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الدرس التعليق عن الحدادية في مثل هذه الأمور هنا حكم عام حكم عام لا ينزل على الأشخاص إلا بعد إقامة الشروط وانتفاء الموانع وأيضا النصح له النصح أما القول من حذوة لا مانع أن تحكم عليه لكن القائل يحتاج إلى النظر يحتاج إلى النظر ومن هنا العلماء لم يبدعوا كل من وقع في بدعة كما نص على هذا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ومن نقل عن الشيخ ربيع خلاف هذا الأمر فقد كذب عليه أو أخطأ لسوء قصد وسوء منهج فالشيخ ربيع الله يحفظه ذكر من علامات الحدادية أنهم يبدعون كل من وقع في بدعة مباشرة وهذه علامة الحدادية ليست من علامة أهل السنة أبدا الإمام أحمد يقول الرجل يمشي معه يقال له الرجل يمشي معه للبدعة قال إن صحوا وإلا فالحقوا به فإذا ما بدعوا مباشرة بمجرد المشي ما ما بدعوا مباشرة بمجرد المشي وغيرها من النصوص وغيرها من النصوص كما سيتين إن شاء الله في نهاية الدرس طيب إذن قال إذن المقصود بارك الله فيكم أن كتب السنة وكتب السلاف والتعامل معها تحتاج إلى أصدها من العلماء وإلى الرجوع إلى العلماء لفهمها لأن هذا الدين قائم على التلطي عن العلماء ولو أن الدين لم يتلطى عن العلماء لضاع الدين وأنا أذكر لكم حديثا واحدا في هذا واضح جدا أما الحديث المشهور فلن أذكره أنتم تعرفونه حتى إذا قبض العلماء أو مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا حديث آخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم قبلنا كانت تسوسهم أنبياؤهم فإذا مات نبي خلفه نبي وهذه الأمة تسوسها علماؤها فإذا لم يأخذ العلم عن العلماء وقيل بأخذ العلم عن الكتب مباشرة فهذا هو الضلال بعينه هذا هو الضلال الدعوة لهذا كما سيأتي إن شاء الله هو الضلال بعينه طيب قال الإمام أحمد رحمه الله كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا إذن الطعن في صحابي واحد هو طعن في جميع الصحابة الطعن في صحابي واحد هو طعن في جميع الصحابة ولذلك حتى علماء السنة عندهم قاعدة أن الطعن في عالم واحد من أهل السنة لأمر يتعلق بسنته هو الطعن في أهل السنة كلها بل طعن في السنة التي يحملها قال ويكون طلبه لهم سليما لا يكون سكوته عن خوف أو عن مداران لابد أن يكون طلبه على جميع الصحابة سليما يعتقد أنهم أفضل الخلق الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وأنهم أدوا هذا الدين وأنهم ثقات عدول حفظ لدين الله عز وجل لم يقصروا في جانب مما يتعلق بالدين مما يعني أمروا بإبلاغه وعمروا بنقله لمن بعدهم وأنهم لم يبتدعوا ولم يزيدوا في هذا الدين فإذن قال حتى يترحم عليهم جميعا ويكون طلبه لهم سليما من انتقص صحابيا واحدا فهو مبتدع إذن الذي يرمي عثمان بأنه ابتدع الأذان فقد انتقص وأي انتقاص للصحابة أشد من وصلهم بالبدعة بالوقوع في البدعة فإذا كان مجرد انتقاص في قضية أو حدث قد يتعلق بأمر الدنيا هو بدعة أو مبتدع قائله فكيف لو كان بأمر يتعلق بالدين فكيف والأذان قد أقر الصحابة عليه عثمان إذن ليس الطعن في عثمان الطعن حتى أيضا في الصحابة الذين سكتوا ولم ينكروا على عثمان ولا يتصورها لا يتصور في عثمان وحده رضي الله عنه وارضاه أن يبتدع شيئا في دين الله عز وجل ولا يتصور في الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أنه إذا وقع أمرا يخالف الشرء أن يسكتوا ولا يبينوا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق عند العلماء ينقسم إلى قسمين نفاق عملي أصغر وهو المذكور في قول عليه الصلاة والسلام في علامات المنافق إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف وإذا أتمل خان هذا نفاق عملي نفاق عملي أصغر ليس بالكفر المخرج من الملة أما النفاق الكفري الاعتقادي عملي واعتقادي العملي لا يخرج من الملة الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر سواء كان يعبد على ملة اليهودية أو النصرانية أو كان ملحدة مدام أنه أبر الإسلام ويبطن الكفر لأن اليهودية والنصرانية والإلحاد والشيوعية وغيرها كلها كفر كلها كفر إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغل إسلام الدين فليقبل منه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فهم الكتاب كفاء فإذن يعبد أن يكفر بالله ويعبد غيره سواء عبد غيره أو كفر بغيره مدام أنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو منافق قال مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا النفاق الاعتقادي خطير جدا وهو كما سبق مخرج لصاحبه من الملة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله في الظاهر يا رسول الله يا محمد نشهد أنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كلام باللسان اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيلها يعني جعلوا إسلامهم مجرد حماية لهم جنة حماية حتى لا يقتلوا وحتى يعيشوا آمنين بين المسلمين فهذا هو النفاق الكفري هذا هو النفاق الكفري والنفاق مستمر وموجود بل كما ذكر السلف إن النفاق الذي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأصبث من النفاق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الإسلام ما كان يستطيع أن يتكلم بالكفر أما اليوم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهناك المنافقون الذين يظهرون الكفر في كلامهم كنفاق الجهمية الذين يقولون بخلقه القرآن ونفاق الباطنية والإسماعيلية ونفاق طوائث من الرافضة وغير من أهل البدع الواقعين في البدع الكفرية فإن هذا هو النفاق هذا هو من أوجه ومن صور النفاق يعتقد التيجانية يعتقدون في شيخهم أنه ينفع ويضر ويعطيهم ويمنعهم ويرزقهم ويخافونهم ويراقبونهم هذا عبدوا غير الله أستوجد فهم أظهروا إسلام بالكلام وأظهروا أيضا حتى كفرهم بالفعل كلام عام الكلام في الحكم العام ثم يدعون أيضا أنهم مسلمون أنهم مسلمون فلذلك كان من هذه الحيثية أشد وأشبه الطواء يعني أشبه الناس بالمنافقين أهل البدع لأنهم يريدون بأهل السنة وبأهل الإسلام الضرر والسوء ويكيدون لهم ويتآمرون عليهم ويتآمرون عليهم وما مقتل جميل الرحمن في أفغانستان عنا ببعيد فإنهم لو ظفروا بأهل السنة لقتلوهم شر قتلة عندهم في أفغانستان أيام جميل الرحمن فإن هناك عباد القبور والمشركان هناك الذين يعلقون التمائم والذين ينادون علي ويستغيثون بغير الله عز وجل ما قتلوهم ولا آذوهم بشيء جميل الرحمن الذي يحارب الشرك ويحارب الضلال ويدعو إلى السنة والتوحيد قتلوه هل الأهل الإسلام حالهم أشبه بحال من؟ المنافقين قال الإمام محمد رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالنفاق ذكر بعض الأحاديث التي ينمغي أن يتنبه لها ليست من النفاق الأكبر هي من النفاق الأصغر قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليض يعني ليس على التكفير ليس على التكفير نرويها كما جاءت ولا نفسرها وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له أي للرسول صلى الله عليه وسلم فيما حدث به وفيما نقله عن ربه وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها طيب إذن ذكر هنا النفاق العملي ثلاثة من كنا فيه لا يخرج لا يخرج هذا النفاق العملي من الملة طيب هذه الأحاديث هذه الأحاديث يقول فيها الإمام أحمد وجاء عن غيره من السلف يعني لا يتعرض لتفسيرها ولا يتعرض وتمر ويؤمن بها ويؤمن بها لكن نريد أن ننبه إلى قضيتين القضية الأولى أن معنى مراده رحمه الله تعالى وغيره من السلف بأن مرواها بأن معانيها معقولة وأحكامها واضحة وأن تفسيرها قراءتها لوضوح المعنى أما الخوض في تفاصيلها والمقارنة بأن المراد هذا النفاق هو نفاق عملي لا يصل لحد يعني الذنوب لبعض الذنوب فمثلا القتل أهوى من النفاق ومثلا الزنا فالقتل أشد من النفاق والزنا أشد من النفاق العملي ونحو ذلك من الأمور التي يحصل فيها القوم والتعرض لجنس الأعمال كما وقع لبعض المخالفين في هذا العصر هذا الذي أراد الرمام أحمد أن لا نخوض فيه الحديث جاء على التغليل فلما تأتي تقول فلما تأتي تقول أن الزنا أشد من الإنسان إذا خاصم فجأ واضح ما فعلت أو ما نتيجة عملك أنك جعلت هذا النفاق أهوى ويمكن أن يتصور وقوعه بكثرة مدام أنه أهوى من الزنا مدام أنه أهوى من ذاك الذنب يعني يكون في القلب نوع من يعني نوع من عدم الخوف أو عدم تعظيم أمره بينما الرسول يقول ثلاثة من وجدت من كنا فيه كان منافقا أو فهو منافق في تخليض في تخويف النفس تسمى تبتعد لكن لما تأتي تقارن فقد خالفت التنبيه الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أو إليه هو أن تعلم أن طول العلماء أن الكفر هنا كفر أصغر أو النفاق النفاق أصغر هو في مقابل الرد على أهل البتاء الذين حملوا هذه الأحاديث على الكفر الأكبر وجعلوا الذنوب والكبائل كفرا فردوا عليه وبيّنوا للأمة أن المراد بهذا الأحاديث الكفر الأصغر الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر فإذن قال الإمام أحمد ثلاثة من كنا فيه فهو منافق إذن هذه خصال المنافقين والمسلم يبتعد عنها يبتعد عن الكذب يبتعد عن الكذب لا يكذب المؤمن لكن أهل البداء كما قال للشيخ ربيع وغيره من السلف قالوا لابد أن يطعوا في الكذب لا يمكن أن يعيشوا بين أهل السنة إلا بالكذب فهذه سمتهم وإذا وعد وإذا خاصم فجر إذا وطعت خصومة بينه وبين غيره يفجر يتجاوز الحد المتخاصم فيه فيشرق ويغرب في الخصومة بل ويأتي ويكذب كما في حال ردود بعض أهل الأهواء في هذا العصر انظر إلى الحلبي لما يريد أن يرد على الشيخ ربيع كيف يأتي بالكذب والفجور والخصومة مما لا يتلفظ به أفجر الناس من العصار مع أدنى شيخ من المسلمين فما بالك هذا يزعم أنه أنه طالب علم أو يزعم أنه في منزلة من العلم وأنه سلفي طبعا هو بعيد عن ذلك مع أحد كبار أئمة السنة في هذا العصر بشهادة في العلماء فبلا شك أن هذا من حال المنافقين إذا خاصم فجر إذا خاصم فجر يحشد الكذب والفجور ويقلب المعاني ويكسر من الحلف ويكسر بكذا وإلى آخره ما يرقب الله وإنما يريد أن يدافع عن بدعته ويدافع عن نفسه وعن حزبه وجنده قال لا ترجعوا لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم نقابا بعض هذا كما في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين فسماهم المؤمنين قال ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتل في النار فقوله في النار من باب التغليض والشدة من باب التغليض والشدة وحديث كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق يعني وإن بعد أو وإن يعني كان التبرؤ بشيء يسير هذا رواه الإمام أحمد بسند حسن والبقية في الصحيحين والبقية في الصحيحين قال الإمام أحمد وهذه طاعدة هذه الأحاديث مما قد صح أولا أن تكون ثابتة وحفظ يعني نطلها الأئمة فإنا نسلم له للرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف تفسيرها هنا وإن لم نعلم تفسيرها أحد أمرين إما أن يريد وإن لم نعلم تفسيرها على جهة الخصوص والتفاصيل والدقائق مما يخفى علينا فلنا بظاهر النصوص وما يتعلق بمواطنها أو بحقائقها فما لم يصل إليه علمنا نؤمن ما نتعرب وإما أن يريد معنى آخر وهو أن على المسلم إذا جاءه الحديث لم يتصوره عقله ولم يفهمه قلبه أن لا يكذب ويرد ويعترض لا قال 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 لما محمد رحمه الله تعالى نرويها كما جاءت ولا نفسرها ولا نجادل ولا نتكلم فيها خلاص فإذن هذه حالة ثانية احتمالاً لماذا تريدها حالة ثانية لأن بعض الأحاديث قد تأتي ويسمعها طالب العلم أو يسمعها العالم لأول مرة العالم العالم ليس شرطاً أن يكون سمع كل الأحاديث إذا كان بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنه أجمعين قد تخفى عليهم بعض الصنن وهم من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم فما بارك بالعلماء فالعالم إذا جاءه النص الصحيح الثابت فإنه إذا لم يبلغه عقله هذا قد مر معنا من كلام الأبي محمد فإنه لا يتعرض للجدال فيه ولا يفسره بل يؤمن به بل يؤمن به نعم وأيضاً هذا إذا لم يأتي تفسيره عن الصحابة فإن أتى تفسيره عن الصحابة فهو من معناه المقرر شرع قال فإن فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا لا نردها إلا بأحق منها طيب هذا أيضاً هذا أيضاً مثال في مثل هذه الأيام من يأتي لحديث الذبابة إذا وقع الذباب في إناية حديقه فليغمسه فإن في أحد جناحيه داءه في الآخر دواء هذا الحديث بعض الناس ممن سمعه ولم يبلغوا عقله أنكره أنكره لا شك أن هذا داخل في تحذير الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإن هذا الحديث لما سمعه العلماء من قبل آمنوا به آمنوا به الطب والعلوم الحديثة قبل سنوات ربما عشرين سنة فأكثر توصل إلى أن كلا جناحي الذباب مجرثاً فيه جراثيم وبالتالي فإن في أحد جناحي داءه في الآخر دواء خطأ فألفوا الكتب في هذا وألف طعاً الغرب لا ينظر إليهم كفاء لكن بعض علماء المسلمين ألف في إنكار هذه الرواية بعض والبعض الآخر قالوا لا والله الحديث الصحيح وخرج من بين شفتين النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا حقاً فهو حق وإن لم تبلغ عقولنا ثبتوا ما ردوا الحديث بعد سنوات تعاد توصل العلم الحديث إلى أن أحد جناحي الذباب مجرسم والآخر فيه مادة تقطن هذه الجراثيم وأن الذباب إذا سقط في الماء سقط على الجناح الذي فيه الجراثيم فينفقع مباشرة في الماء فينتشر في الماء الجراثيم وأن الجناح الثاني لا يتم إفراز المادة التي به أو فيه إلا بغمسه في داخل الماء فتخرج المادة وتقتل ثنك الجراثيم ويصبح الشراب نقياً لا كل ركس ولا مواد منظفة ولا مضادات من نفس الجناح لو حط على جراء كل ركس وشرب ويموت فسموا شو سبحان الله والله بصرف النظر عن الطب الحديث والله نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن أنه حق وإن لم تبلغ عقولنا قال المازري في شرح مسلم المعلم كلام جميل له قال اعلم أن عزم النبي صلى الله عليه وسلم وطبه الذي أتى به بالنسبة لطب أحد الأطبار هو كعلم العجائز نسبة لعلم العلماء من العجائز أحذق الأطباء علمه بالنسبة لعلم النبي كعلم العجائز شو هذا بكلام يقول من كم من أكثر من ألف من أكثر من ثممية أو ربعمائة ثممية أو تسعمائة سنة تقريبا المازري يظن توفى في القرن السادس أو الخامس قرابة تسعمائة أو ألف سنة أو أقل بقليل ذلك الأيام لا في أجهزة ولا في تطورات ولا في قال أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقولوا حق وكل ما عارف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما بلغ إليه أحذق الأطباء باطل ما نجادل في هذا ولا نشك قالوا لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقين من عند الله وما جاء به الأطباء هو مبني على الظنيات والتجربة القابلة للخطأ والكذب فأين المقارنة أين المقارنة لكن قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا نردها إلا بأحق منها هذا النص من الإمام أحمد لابد أن نفهمه على ما يليه الأمر الأول أن نقول معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا بأحق منها أي بأن تكون منسوخة بأن تكون منسوخة فلما يأتي الإنسان ويقول جاءت السنة بكذا فنقول لا لا نقبل السنة هذه لأنها منسوخة خلاص طيب صورة ثانية صورة ثانية بأحق منها هو ما يذكره العلماء في الترجيح بين الروايات إذا جاءت سلقضية الواحدة روايتان ولم يمكن الجمع ولا النسخ اعتبر العلماء بطريقة من طرق الاعتبار عندهم والترجيح وقرائن الترجيح بين الروايتين فيقول هذه الرواية أرجح من تلك الرواية لكذا وكذا وكذا من القرائن فحين نعمل بهذا ولا نعمل بهذا لا لهوا ها ولا بالجهل ولا بالتقليد إنما بالعلم إنما بالعلم ويتبين فيها مثلا أن الراوي لم يضبط هذه الرواية لم يضبط هذه الرواية ف كلام الإمام محمد رحمه الله تعالى على هاتين الصورتين يحمل وعندي على الأول أكثر وعندي تنبيه على الثاني وهي المقارنة بين الروايات وتعليل الرواية من جهة المتن نبهت عليه سابقاً ونبه عليه الآن لاحقاً لأننا نجد من بعض الصغار ومن بعض طلاب العلم حتى بعض المتوسطين ومن بعض طلاب العلم حتى هم طلاب عن كباب طيب قد نجد منهم جرأة في رد النصوص النبوية من باب الترجيح بين الروايات ومن باب تعليل المتن وهذا خطأ خطأ عندها على العلم لأن من شرب من ينتقد المتن أن يكون مشتهداً أن يكون مشتهداً يعني من من له دربة في علم الحديث لسنوات طويلة كما قال بعض العلماء لما سئل عن أهل الحديث ومعرفته من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الرواية يقول هذه الرواية خطأ وهي فعلاً خطأ فقيل لهم طيب كيف قال تعال دعك من هذا أرأيت خادماً لسيد يخدمه عشرات السنين قال نعم معروف قال طيب لو جاء شخص وادعى أن هذا السيد مثلاً يحب السهر في الليل أو أن هذا السيد يأكل مثلاً الضب وأنه قد رأى هذا السيد يأكل الضب والخادم الذي مع السيد هذا يعرفه لسنوات طويلة وأنه لا يأكل الضب ومن سيقول له خطأ أبداً هذا ما حصل ولن يحصل فهو ما يدري ربما ما يأكل ربما ما يأكل ربما ولكن لأنه مخالط له يعرف ما يليق به وما يتعلق به مما لا يليق به وتعلق به فكذا المحدث يعلم أن هذا من كثرة روايته للحديث وشرحه له ووقوفه على ووقوفه على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وشؤونه وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار في الحضر والسفر في السلم والخوف في المطر وفي البرد وفي الشتاء والصيف منازم لهذا الأمور كلها فيعلم إن كان هذا خرج من النبي ولا ما خرج ومع ذلك إن صح الحديث عنده امتان إن صح الحديث عنده انتهى فإذن ليس هذا الباب مفتوحا لكل أحد ليس هذا الباب مفتوحا لكل أحد لأن بل أعطيكم مثال حتى يبين خطورة هذا الأمر بعض العلماء الكبار ممن هم بعرفون بالسنة جاء لبعض الأحاديث واستغربها وهي في مسلم بل استنكرها أقال حديث منك هو في مسلم فإذا كان عالم جليل قد يستنكر رواية صحيحة خطأا فما بالك بمن بمن هو أقل منه بل بمن لا يقارن به أصلا لذلك هذا الباب باب شديد والذي يتصلط على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلط النقد لمتنها وهو لم يتأهل ها فحاله أشبه بحال أهل البدع بل يخشى عليه أن يكون داخلا تحت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنه وتحت قول الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قلبه دغل يعني قلبه موسليم قلبه موسليم إذن نتنبأ لهذه القضية قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصر قصر عمر رضي الله عنه ورأيت الكوثر والكوثر في الجنة والحو خارج الجنة لكن الكوثر في الجنة قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بن أهل حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبرين قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسكن أذفر شك هدبة يعني الراوي قال واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء النساء كذا يعني النساء وعذا من طلطف الإمام أحمد رحمه الله وتعالى قال عفوا اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها فراغ كذا إما أن الرواية أنه كذا أو الرواية موجودة اطلعت في الجنة فرأيته أكثر أهلها الفقراء الفقراء النار اطلعت في النار فرأيته أكثر أهلها النساء طيب قال فمن زعم أنهما لم تخلقا كقول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم يقولون الجنة لم تخلق لأن خلقها لأن خلقها الآن عبث طيب الله يقول أعدت يعني هيئت أعدت للمتقين والله عز وجل يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب في آيات أخر في آيات أخر الله ذكر أنهما مخلوقتان موجودتان فخلقهما ليس عبث كما يدعي هؤلاء أولا نحن نؤمن لأن النصوص القرآن والسنة المتواترة تثبت وجود خلق الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن واضح وأما الرد على قولهم إنها يعني تخلق عبث فلا أبدا فإن النار كونها مخلوقة رادعة رادعة لمن تسول له نفسه يعني الكفر أو النفاق أو الشرك أو تسول له نفسه بمعصية الله عز وجل فإنه يعلم أنها مخلوقة وأنها موجودة فيخشى على نفسه من النار وأما الجنة فيرجو المؤمن وأسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من النار وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة فإن المؤمن يتشوق للجنة وأيضا أنا أسألك سؤال في الرد على هؤلاء المبتدع أنا أسألهم سؤال إذا جاء الضيف وأنت لم تهيئ له المنزل أليس هذا من التقصير معه؟ فإذا جاء الضيف ورأى أن المكيف مفتوح والنور مفتوح والغرفة مطيبة ما الذي يحصل له؟ يفرح ويرتاح ويستأنس ويعلم قدره عندك فنقول اعلموا أن الجنة هيئت لقدر أهل الجنة عند الله عز وجل لرفعة مكانتهم عند الله عز وجل والنار هيئت لسخط الله عز وجل على أهل النار فلا شك أن في خلق النار ردع لأهلها وفي خلق الجنة تطييب وحث وتشجيع لأهل الجنة أن يشمروا ساعد اليد لبلوغ هذه الدرجة أسأل الله عز وجل أن يجعلني إياكم من أهلها قال فمن زعم أنه ما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار يعني لا يؤمن باليوم الآخر لا يؤمن باليوم الآخر لأنه يكذب هذه الأمور ومعنى قوله ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار كأنه يريد أن يقول إن هذا الذي يعني ينكر الجنة يقول لم تخلقا أصلا ما يؤمن أنها ستكون فيما بعد واضح؟ وهذا من دقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى من دقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإن الفلاسفة وهؤلاء المتكلمين وبعض المعتزلة نهاية أمرهم ماذا قالوا؟ قالوا ما في لا جنة ولا ناء إنما الجنة تخيل للخير والنار تخيل للشار قالوا هاكي موجود ونصوا عليه فلذلك قالوا ما أحمد أنا ما أظن يؤمن بالجنة والنار فعل سبحان الله هذا من دقته رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى طيب هذه المسألة كانت تليق أو كان ربما أفضل أن تذكر فيما سبق لما ذكر من لقيه وقد وقيم عليه الحد ومن لقيه مصرا لكن ربما ذكرها هنا بعد أن ذكر أهل البداء بعد أن ذكر أهل البداء وكأنه يلمح إلى أن أهل البداء طائفتان أهل البداء طائفتان بدع مكثرة فهؤلاء يدخل فيه كلامه السابق في أهل الكفر وبدعة مفسقة فهؤلاء كلامه الآن عليه أهل البداء المفسقة قال ومن مات من أهل القبلة موحدا ما معنى موحدا يعني ما وقع في الشرك ما وقع في الكفر الآن الباطنية ليسوا أهل توحيد اسماعيلية النصيرية الدرزية التيجانية ليسوا أهل توحيد أصلا وليسوا أهل قبلة لأنهم ليسوا موحدين ليسوا موحدين فلا ينزل هذا الكلام عليه إنما ينزل هذا الكلام على ممات على بدعة مفسقة قال ومن مات من أهل القبلة موحدا هذا شرطه هذا هذا شرطه قال يصلى عليه لأنه ليس بكافر ويستغفر له لأنه ليس بكافر ولا يحجب عنه الاستغفار لا نقول إن الله لا يغفر له ولا تقول ولا ينكر على من استغفر له طيب ولا تترك الصلاة عليه صلاة الجنازة يصلى عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا يعني سواء وقع في كبائر الذنوب أو وقع في البداء دون الكفر والشرك فإنه يصلى عليه ويستغفر له ويترحم عليه طيب في هذا الكلام المحمد رحمه الله تعالى تنبهات التنبهة الأول هذا المنهج هو ما تدل عليه لأدنله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل الذي غل قال صلوا على صاحبكم فلم ينهاهم عن الصلاة عليه بل أمرهم بالصلاة عليه وأيضا من شرب الخمر وتكرر شربه قال لا تلعنه وسبه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فأثبت له الإيمان فإذا لما يموت ولو كعند ذنب هو عنده شيء من الإسلام والإيمان فلا يكفى واضح؟ طيب هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني لأهل الفضل ولأهل العلم ولأهل البكارة كالحاكم والوزير ونحوه أن لا يصلوا على هؤلاء لا من باب التكفير لهم ولكن من باب ردع العوام عن حالهم فإن العامة إذا رأوا العالم ما صلى على هذا اجتنبوا حاله اجتنبوا حاله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الديد ما صلى عليه حتى يحرص الصحابة أن يؤذي كل واحد منهم دينه قبل أن يموت فلما أدى أبو قتادة رضي الله عنه مجمعين عن ذاكر الصحابي دينه صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واضح؟ شف مع أن كونه مع أنه يموت على دين هذا هو أذنب نوذم ربما ما عنده ما ليؤديه صحاب الله هذا الظن هذا صحابي مع ذلك ما صلى عليه فإذن عدم الصلاة على هؤلاء إن كانوا أصحاب معاصي فللتحذير من معصيتهم وإن كانوا أصحاب بدع فللتحذير من بدعتهم الأمر الثالث في هذا رد على الحدادية الذين لا يترحمون على أهل البداء والذين لا يرتضون الترحم على أهل البداء والذين يبدعون أهل السنة لترحمهم على بعض الأئمة على بعض الأئمة ممن يعني احتمل العلماء حالها فيبدعونهم واضح في هذا النص من الإمام أحمد وغيره من النصوص بل وآثار السلف ترد على هؤلاء الذين الحدادية لا يترحمون على أهل البداء ولا يصلون عليهم بل الحدادية وأنا رأيتهم الغلام منهم لا يصلون حتى الصلاة خذب أهل السنة فكانوا مرة كنا نتوضى فأنا ما أعرفهم كلام هذا من ربما عشرين سنة فأخبرني أحد الإخوان قال هؤلاء حدادية طبعا أنا ما أعرفهم فنظرت في أشكالهم سبحان الله غريبة غلاظ شداد يعني جفاه فتوضعنا وصلينا بعد ما صلينا هم توضعوا معنا لحظت إنهم صلوا لوحدهم جماعة أخرى فسألت صاحبي قال هم لا يصلون خلفنا لا يصلون خلف لأنه الحدادية نهاية أمرهم تكسير لذلك ظهر الظاهر الآن وجد بعض الأقوال في بعض مناطق المملكة هنا في حفر الباطن فيما نقل لي الأخوة أنه ظهر شباب يكفرون الأشاعرة يكفرون الأشاعرة وهذا قول الحدادية هذا قول الحدادية أهل السنة يبدعونهم يضللونهم يردون على أخطائهم يقيمون الحج عليهم إلا من وقع في كفر إن كفروه أما بدعة الأشعارية لم يكثرها أهل السنة أغرضوا القول فيها أغرضوا القول فيها ردوها ردوها قالوا هي في بعض أحوالها إن اعتقد وإن 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 هذا أمر آخر واضح؟ فإذن هذا النص من الإمام أحمد يرد على الحدادية التنبيه الأخير مما يتعلق بهذا النص قالوا ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفاء ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا التنبيه الأخير أنا الطعب في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله قال الرجل يبيت يسره الله وقد أذنب الذنب ثم يصبح ويحدث الناس بما سثره الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث أنا كنت قلت سابقا في جلسة من الجلسات مع بعض الإخوة كنا نتدارس ربما الطاعدة الأربعة وغيرها قلت ظاهر هذا الحديث أن المجاهرين لا يغفر لهم لأنه قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى من أصحاب الذنوب والكبائر وكذا ممن لم يجاهر بالمعصية الله يعفى عنهم إلا المجاهرين يعني لا يعفوهم ويعاقبون فأنا قلت على ظاهر هذا الحديث فرجعت شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فقلت يا شيخ الله يحفظك هذا الحديث ما حاله هل نقول بظاهره قال لا هذا من نصوص الوعي من نصوص الوعي إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم فقول الإمام أحمد هنا فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيراً كان أو كبيراً مع قوله فيما سبق ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها الحقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له يؤيد كلام الشيخ ربيع وأن هذا النص من نصوص الوعيد وأنا أطلقت العبارة على ظاهر النص وأستغفر الله من ذاك الفهم وأستغفر الله من ذاك الفهم وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة والفقه والنحو إن شاء الله مع بداية الاستئناف الدروس بعد انتهاء الدورات ورمضان إن كان الله أحيانا وأبطانا في صحة وعافية وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا العفو والعافية والسلامة في الدين والمعتقد نقرر كتابا آخرا في ذلك أو ننظر الأمر فيه بإذن الله في حينها وفي هذا القدر كفاية وصل الله وسلم على ندين محمد وعلى آله وسلم أجمعين طيب قبل هذا أنا أريد أن أختم كلامي وقد ختمت كلامي أو قد تكلمنا عن السنة أو ختمنا رسالة أصول السنة لإمام أحمد بفضل الله عز وجل فإني أحب أن أنبه على تنبهات أو أختم كلامي موصي النفسي وإخواني بوصائب طبنا الوصية فإن وجه هذه الوصية بارك الله فيكم أن هذا الزمن زمن فتن ولا شك أنه أيضا فيما سبق كانت هناك فتن لكن يا إخواني هذه الأيام الفتن اشتدت الفتن اشتدت وتآلب أهل التميع أهل التميع من الحلبية والمعربية ومن نحى نحوهم وتآلب الحدادية الغلاه وتآلب هؤلاء المتشددون على أهل السنة على أهل السنة وعلى السنة يحاربونها بكل الصور بكل الصور ولا أدل على هذا ما ذكرته لكم سابقا أنه الآن تأتي اتصالات أنه يوجد شباب في حفر الباطن يقولون بتكفير الأشاعر مع أنه كلام السلف موجود مع أنه كلام السلف موجود كلام الشيخ الفوزان كلام اللجنة الدائمة كلام الشيخ ربيع كلام بل إجمع المشايخ على عدم تكفير الأشاعر على عدم تكفير الأشاعر وأنهم أهل بدع مفسقة وابح مع ذلك يوجد شباب ينتمي للصف السلفي يقول بهذا الطول مما يذلنا على أن السنة محاربة وأن أهل أهل البدع هؤلاء من دسون وسط الصف السلفي فاحذروا بارك الله فيكم واحذروا من بعض المواقع فإنها تحاول أن تسقط أوراق السلفية والسلفية شجرة أوراقها متينة لا تسقطها الأوراق ولا الفصول ولا غيرها ولكن احذروا احذروا السلفية ليست أوراقا السلفية أصولا متينة إن تمسكتم بها فلكم وإن تركتموها وتخلفتم عنها وتخاذلتم عنها فعليكم لن تضروا الله شيئا وسيأتي الله عز وجل بمن يقيم هذا الدين ولكن احذروا بارك الله فيكم من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن هذه المنتديات التي تنشر هذه الضلالات احذروا بارك الله فيكم ولعلي أركز الكلام على الحدادية وعلى بعض سماتهم الشيخ ربيع الله يحفظ ذكر سماتهم لكن أنا أذكره أيضا من كلامهم ومن كلام غيره فمن سماتهم كما سبق أنهم غلاء جفاء ما عندهم ورع ولا تقوى ما عندهم ورع ولا تقوى انظروا إلى حال الحجور وأتباعه غلاء جفاء في الرد ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه ليس في عوام المسلمين في كبار العلماء شيخ ربيع قدحوا فيه شيخ عبيد قدحوا فيه شيخ محمد بن هادي قدحوا فيه شيخ خالد عبد الرحمن المصري السلفي المعروف يعني من مشايق مصر السلفيين المعروفين قدحوا فيه أبدا أهل فجور وخصومة أهل فجور في الخصومة فلذلك من أشد علاماتهم الغلظة والشدة ولذلك تجدون في بعض الردود من بعض الأغمار الأحداث السفهاء الذين ينتمون لهم تجفيه غلظة في الرد كأنه شيء يعني وكأنه يتكلم من جبل ويفجر جبل ما عنده يعني نوع إحسان في العباء وعلى طوله أنه يتكلم مع أخيه أو مع شيخه أو مع يعني بعض المشايخ السلفية أيضا من علامات الحدادية إثارة مسألة تكفير الأشاعر هذه علامتهم أنا قلت لك خبرتكم بأن اللجنة الدائمة الشيخ ربيع الشيخ الفوزان السلف لن يكثروا الأشاعر لن يكثروا الأشاعر والآن أظهرها لأنه كما سبق أن ذكرت لكم أن الحدادية معانها إلى التكفير أو حقيقتها التكفير لأن محمود الحداد هذا الذي أنشأ هذا المذهب طبحه الله وأخزاه إلى ما كان هذا تكفيري جاء وسط الصف السلفي وغرز هذه المبادئ العدام واغتر من اغتر به أيضا من علامات الحدادية وتنبه لها أنهم يدعون الشباب للرجوع لكتب السلف وعدم الرجوع لكلام العلماء المعاصرين طيب لماذا هذا المنهج عندهم لأنك لو رجعت لكلام العلماء المعاصرين سيبينون لك أن هذا المذهب الحداد باطل مذهب ضال مفتدع وأن الفهم الذي فهموه من آثار السلف هو فهم سقيب لا تدل عليه النصوص أبدا فلذلك يقول لك لا تأخذ فهم العلماء خذ من كلام السلف مباشرة ولذلك هذا المنهج منهج حدادي خبير ذكرت لكم سابقا أن هذا الدين بنص السلف إنما يأخذ عن العلماء فإذا لم يأخذ عن العلماء ذهب الدين ووجود بعض الحالات أنهم أخذوا العلم من الكتب لا لأنهم أخذوها من الكتب مجردا ولكن هم أخذوا من الكتب مع أشكام العلماء لهم في عصرهم فإنهم لو أخذوا من الكتب وظلوا بدعوهم العلماء لكن بينوا العلماء أخطاهم صوابوهم ووجعوهم فلم يأخذوا من العلماء أو من الكتب مباشرة مطلقا الأمر الرابع الذي أريد أن نبع عليه في هذه القضية أن الرجوع للعلماء المعاصرين السلفيين أصل سلفي خالفه هؤلاء الحدادية فالذي ترى في تغريداته وترى في مقالاته أو في صوتياته يقول خذ من كتب السلف لا ترجع فقط لكتب العقيدة المعاصر ارجع لكتب العقيدة السابقة هذا حداد هذا حداد يريد أن يؤصل منهج الحدادية تنبه له أيضا من علاماتهم نصرتهم للحدادية يقول أنا سلفي أنا من حداد وإذا به يناصر الحدادية وإذا به يكتب في مواقعهم وإذا به وإذا به يقف مع الحدادية في الرد على السلفيين سترى أن تقول السلفي فكيف تقف مع الحدادية في الرد على السلفيين أيضا من علاماتهم الكذب من علاماتهم الكذب فإنهم كذبة فجر حدادية كذبة فجر يحلف بالله ويقسم أنا أعطيكم مثال حتى أريكم كيف أنهم يفجرون في الخصومة وكذبة واحد من هؤلاء الحدادية أنا بيّنت حاله قلت هو حداد وقلت هو يعلم أن ذاك الذي يدافع عنه حداد وأنه قال بعضة لسانه لو ذكرت بعضا من أمور فلان لسقط فقال والله كذب ما قلت هذا الكلام يقول لي أنا ذهب أو ذهب له أحد المشايخ الذين سمعوه قالوا هذا الكلام قال يا فلان أنا سمعت منك هذا الكلام أنت الآن تكذبني قال أنا ما أقول لو مثل هذه العبارة أني لو قلت أمرا قلت لو قلت شيئا ما قلت لو قلت أمرا شوف كيف يفاجر في الخصومة ما الفرق بين العبارتين السنة تروى بالمعنى كلامك أحسن من السنة شيئا أمرا في بينهما خلاف طيب تحرف بالله إن أنا كاذب وإنه عليك لعنة الله والملائك والناس أجمعين إيش هذا الخصومة في الفجور أين الصدق مع الله ما عندهم صدق كذبة فجرة ولذلك من كذبهم وفجورهم أن منهجهم في الرد على المخالف في الرد على من يفضحهم قائم على التكذيب قائم كذاب ما قلت والله كذاب كذبت والله خسرت والله والله لم أقل هذا منهجهم فيردون أخبار الثقات ثقات أفضل منهم ديلا ومنهجا وورعا وعلما وعند المشايخ معروفين يكذبهم فمن أن الحدادية طايم على التكذيب باشمين الحداد وغيرهم من من هنا الآن موجودون كلهم يكذبون بباشرة إبراهيم بن رجاء الشمري يباهلني ما تباعل معهن البدع أما أنا على السنة فأقول علي لعنة الله والملائكة والناس يجمعين إن خالفتها تعمدا وأما أهن البدع فعلي لعنة الله والملائكة والناس يجمعين إن كنت معها شعراء لعنة الله علي ما علي فيك لكن أنت يا خسيس تباهلني والله ما أنزل بقدرك يا خسيس أنا عزيز بالسنة بفضل الله عز وجل الأولاً وآخرة لست والله أبالي فيك ولن تحركني بل والله إن مباهلته أفرحتني لأن مباهلته إن شاء الله ستعود عليه لأنه كاذب فاجر حدادي خبيث هو ومن معا فأقول بارك الله فيكم هذه من علامات الحدادية الآن احذروها والزموا السنة شبكة سحاب معروفة شبكة البيين معروفة شبكة البيضاء معروفة لماذا الشباب الآن وأيضاً الشبكات الأخرى المعروفة السابقاً أو التي زكاها العلماء زكاها العلماء ونصوا على سلفيتها لماذا تترقونها وتروحون أميناً وشمالاً عند هذه الشبكات المشبوهة التي لو تعملت حالها ما تجد إلا أنها أقيمت لحرب السنة وأقيمت لحرب أهل السنة ما هذه الخصومة والفجورة؟ ما هذه الخصومة والفجور فيها؟ ما هذه الخصومة والفجور؟ يعني سبحان الله شيء شديد فلذلك بارك الله فيكم أيضاً مما أوصي به نفسي وإياكم لزوم العلماء الكبار والرجوع إليهم وعدم يعني عدم الاغترار بفلان وعلان من الناس وعدم تركه وعدم ترك أقوالهم أيضاً أقصد العلماء الكبار لقول زيد وعبي وأيضاً مما أوصيكم به دعوا انفتن اتركوها بارك الله فيكم وأيضاً مما أوصيكم به أن العلماء إذا أوصوا بالصلح بين طائفتين أو بين شخصين فالزموا كلام العلماء والشيء بالشيء يذكر الشيء بالشيء يذكر بعض الناس يأتي العالم ويصلح بين اثنين بعض الناس يأتي العالم ويصلح بين اثنين فقال الشيخ الحمد لله تم الصلح بين فلان وفلان وخلينا ناخد مثال الصلح الذي أجراه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وباشره ويعني كلفني مع أخينا أحمد الزعراني في الصلح بين أخينا خالد شكري وأخينا عبد المولى العطوري الشيخ ربيع طالت أصلح بينهم وتم الصلح خلاص طيب بعض الناس يجي يقول أبداً أنا عندي تسجيلات أنا عندي شهود أنا عندي كتابات أنا كذا والله لا أردن عليه الشيخ الآن يقول لك أصلحنا بينهما والرجلان يقولان نحن ملتزمان بالسنة وملتزمان بالحق ولا نرضى بالباطل هذا حالنا الآن أنت الآن لما تقول أريد أن أرد عليه تريد أن تصلحه ولا تريد أن تفضحه إن أردت أن تصلحه فهو يقول لك أنا دعاً صالح أعنه يقول طيب حياك الله نحن معك فإن خالفت السنة سنبين أمرك لعلماء لكن ما مضى انتهى ما مضى انتهى لا يلتفت إليه عندنا تسجيلات وفي التسجيل يقول كذا وفي التسجيل يقول كذا هو يقول لك كل الأمور السابقة أنا لا أعترف بها وأنا كل باطل نسب إليه لا أعترف به لا كذاب ليش لك صلاح كذاب ولا صادق إذا أول عن طال لك أنا تائب أمر في الأمور الخفية إلى من إلى الله نحن لنا بماذا بالظاهر واضح فدعوا فدعوا وتركوا مثل هذه الأمور ولا تثيروا الفتن أخوكم طال أنا أريد أن أكون معكم وأنا سلفي وأريد أن أدعو العوامل السنة وأبين لهم ما أتعلمت من العلماء ما في مانا لا أنه يتصدر للتدريس ويفتن ناس لا وإنما يفيدهم بما تعلم ما في مانا تعينوه وتكونوا معا نعم إن ظهر أمر من أي واحد من الطرفين هذين أو من أي شخص آخر حتى لو ما تم بين الصلح لو ظهر أمر من أي نسان خالف الحق يبلغ العلماء والعلماء يناصحونهم واضح فإذن بعض الناس حتى بعد صلح العلماء يثيرون فتن يثيرون فتن ووالله ليس هذا الموقف من هذين الغجلين لا حمية ولا نصرة لباطل أو يعني مداهنة هذا موقف السلف في مثل هذه الأمور إنسان يقول أنا تائم يقول تعال فضل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه من يتوب ما يقول له فعلتهم كذا فعلتهم كذا وكذا فعلتهم كذا لا أبدا توب استغفروا انتهى صل معنا الخمسة صلوات فلما صلى قال کہ أين السائل قال أهنا يا رسول الله جاء السائل قال يا رسول الله قفلت برأة فلت في الطريق ما تركت شيئا يعني يفعلوا الرجل مع المرأة إلا فعلت غير أني لم أفعل بها قال إجلس فصلى معنا الخمسة الصلوات قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال اذهب سإن الحسنات يذهبنا السيئات شف مطل افعل كذا افعل كذا افعل كذا نعم لو كان قوله مشهورا وباطله مشهورا لابد أن يتبرأ منه لابد أن يعلن توبته منه أما قضايا شهود وقضايا أوراق وتسجيلات محتملة ما يلزمه مدام قال أنا ثم أيضا الأخوة هؤلاء وغيرهم في الجلسة ماذا قالوا قالوا نحن نقول بالحق وندين الله به وندين الله به ونرفض الباطل ونرده ونرفض الباطل ونرده وندين الله بخلافه حلا سنتين إذن هذا تبرأ منهم من كل باطل من كل باطل وقولوا منهم من كل حق الآن نأتي وننظر لمستقبل عملهم أما الناضي تعوه إن كانوا مصريعين فالله غفور رحيم يغفر لهم وإن كانوا مصريعين وبتوبتهم يتلاعبون سيفضحوه من تمسطر عليه لست مسيطان هلين التنبيه بعد هذا الأمر ولذاك يا إخواني بعض الإخوان بعد هذا الصلح ارسلي رسالة بالجوال والله لا نلقف أنه في وجودهم يا أخي السحل وجهك أقول لك الشيخ ربيع أصلح بينهم وقال أعينوا إخوانكم على التوبة أعينوا إخوانكم على التوبة ونحن ما نقول اسكتوا عن باطلهم نقول أعينوا مع التوبة إن ظهر أمر بعد الصلح يعني فيه إدانته إدانته بلغون المشاعف والله نتكلم فيهم نضاربهم بالتوبة وترك هذه الأمور والله يحمرنا منها ما في كلام لكن الآن أنا جايك تائب يترك الكلام هذا أيضا يا إخواني من الأمور التي أنصحكم بها للأسف يا إخوان للأسف للأسف أنا أقول أننا سلفيون أتأسف كثيراً لأن هذا خلال من نجي السلف الآن أصبح السلفيون يسمعوا كل ناعق كل مدعن للسلفية يسمعون لها ويقرؤون كلامه ويدخلون مثلاً موقعه أو منتدياته هذا خطأ هذا خطأ لأنك إن كنت سلفي طالب علم مميز أصلاً ما تحفاج لهؤلاء إلا من باب التقف على شيء من ما نبهت عليه أو تريد التنبيع عليه فتنبع عليه أما إن كنت طالب علم متوسط أو مبتدع أو ما تحسن وسلفي تريد أن تتعلم فليس هؤلاء الصغار خاصة إذا كان ملحوظ عليهم ومتكلم فيهم ليسوا محطة أن يرجع إليهم ولا أن تقرأ مقالاتهم ولا أن تقرأ تقريداتهم للأسف أنا أقولها للأسف لأنه يوجد من السلفيون العام من يأتي لي يقول يا بازمون واحد يقول عن كذا كذا يغرد طيب هذا الواحد إذا كان ينحى نحو الحدادية ما لي وله ما لي وله هو حداد يؤصل أصول حدادية يلزمني أرد على كل مبتدع ضال يلزمني أرد على كل من هو صاحب بدعان ما يلزمني أنا أصلي بينته السنة بينتها ما يلزمني أخاصب عليها كما قال لما محمد فأنت أيها السلفي لماذا تذهب لهذا اغتررت أنه سلفي أما سمعت الكلام فيه أما سمعت التحذيرات منه أما تعلم أن تلك المواقع مشبوعة لماذا تدخل لماذا تفتن نفسك في دينك هل تأمم كبار أهل العلم كانوا يخافون على أنفسهم تأتي عنه وتدخل هذه المواقع وتتأثر بها وتقول أن السلفي أريد الحق لا والله لس على المنهج السلفي بهذه الصورة المنهج السلفي الصافي يبتعد عن مثل هذه المواقع لثلاثة أمور أول أمر أن هذا صغير السن صغير العلم فمثله ليس مرجعا ثاني أمر أن هذا الشخص لوحظت عليه أخطاء ومناهج تشبه الحدادية إن لم تكن هي الحدادية بعينها ثالث أمر أنه قد حذر منه وتكلم فيه وتعلم هذا وتدخل ما هي هذه المياعة ما هي هذه المهانة السلفي عزيز يعرف علماء السنة ويعرف المشايخ الكبار وطلاب العلم الكبار أمثال الشيخ عمد بن هادي وشيخ عبدالله البخاري وأمثال المشايخ أولئك الكبار ويلزمهم لا يروح لعند مرحان ولا عن قليل ولا كثير إنما يروح عند العلماء المعروفين إنما يذهب عند العلماء المعروفين عند طلاب العلم العثبات يجيني واحد يسألني فلان أروح أدرس عنده يا أخي ليش يسألني عن فلان المشايخ السلفيين ماتوا ما تعرفهم الآن بقي هذا تسأل عنه هو سلبي لابو سلبي ما لك وله ما لك وله وليش يخoe الفتن في المدينة عندك البخاري محمد بن هادي الشيخ عبيد المشايخ المعروفون أروح للبازمون أو لا أروح ليش لكбо بازمون عن بحمد بن هادي البخاري الشيخ عبيد معروفين دروسهم مفتوحة ليش تروع للبازمون والإن كان تسأل عن بازمون وبازمون غير معروف واضح فبارك الله فيكم دعونا من الفتن هذا الذهاب لهؤلاء هذا من الفتن القراءة لهؤلاء هذا من الفتن يأتي بكلام السلف في أن قول الأشاعر المنهب من حيث هو الذي ينكر الصفات كفر ثم يكفر الأشاعر العرب مو عليه ليس العيب على الطبيب الفاشل إنما العيب على المريض الذي ينهب إلى هذا الطبيب الفاشل كذا ليس العيب على ذاك أن حدث السفيه الغر أن كتب من حيث هو إنما العيب عليك عنده يوسر يتذب إليك ما تذب إليك لو أنك عزيز صاحب سنة معتز بسلفيتك وتمسك بالمنهج السلفي والله ما تذب إليك والله والله أشهد أني أقول هذا الكلام ديانة والله أقوله ديانة وعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كنت من الكاذب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين ترجمة نانسي قنقر